اهلا وسهلا بكم من جديد بالنسبة للمنفذ البورد حكينا انه المنفذ هو كلمه عامه خلينا نحكي فيها بالشبكات فقط حتى بالشبكات هي كلمه عامه في عندي بالعطاد بالهاردوير البورد بتعني شي بالهاردوير بتعني شي بالهاردوير بتعني هو المنفذ انا عندي هون مثلا هاده هادلون سويتشات سيسكو فانا كل كل فتحه فيه هي عباره عن بوابع او منفذ بورد فانا هون بحدد شو هو البورد هي والمكان اللي انا بدي وصل فيه بالبرمجيات ونقل بيانات بالسوفتوير او بالترافك اسناء الترافك الداترافك البورد هو بيعبر عن رقم رقم بيميز التطبيق اللي عم يشتغل على الانترنت مثلا انا عم بشتغل اتش تي تي بي امشتغل تصفح فالتصفح انا كتير ببعث بيانات عن طريق الشبكة فهو الشو حيعرفوا انه انا مثلا هلا عم بتصفح انا هلا عم شغل فيديو انا هلا عم شغل ملف عادي حتى اعرف هادلون انا ميز بين هادلون التطبيقات انا بستخدم ارقام هي الارقام هي عبارة عن بورتات او بورت خاص بالبرنامج رح ننتقل لمهمة المادة هلا بالبداية حكيت انا بشكل عام عن الهب وعن السويتش وعن الراوتر انا بدي منكون اكتم تطلعوني اه شوه ؟ شو شغلل بريتج تمام حكيت للكنا معنها بسويش وعن العنوة بديعن بريتج هلا في عندنا شركة متخصصة بشبكة التعليم التفاعلية مركزة دمشق هاي شركة هي تلطوابق بدي اربط مع بعض بشبكة ثلاث طوابق تربطهم بشبكة ما نوع الشبكة التي ستكون ما بدر بسميها ما هي الجهزات التي بدي استخدامها لأننا قلنا بأن كل شبكة لدي فزيكال لايار ما اليوم بدي حدد الفزيكال لايار لهاي الشبكة بدي ساوية ما هي الكابلات المقترحة لحتى انا وصل هذه الثلاث طوابق طبعا بتدروا انتو تكتبوا الاجابات بتحبو تساوي مخطط بتحبو تكتبوا كتابة بتبعتوا ليها على الإيميل او بتتفاعلوا عن طريق الموقع مع تمنياتين الجميع بالتوفيق الإيميل موجود باخر سلايد من الملفات طبعا الملفات انا هم حكلكون اياها على الموقع مع العرض البوربوينت هم حطوه على الموقع مع الفيديو بالتوفيق للجميع اهلا وسلم